صباح الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم بشارككم جزء من يومي وبعلمكم طريقة ماكرونة البشاميل اللي دايما اني اعمله حاجة جدا روعة اول شي هنا اني لمصحيت طبعا اني اصحي الفجر اصلي الفجر وعمل لهم فطار بعد ما يروحوا للدوام ارجع انام حق كده ساعتين كده اصحى على تسعة عشرة خلاص اطلع ادخل المطبخ وصراحة عملي كده كوباية شاي وافطر يعني عملي فطور لاني مفطرش اول مصحة نادر ما افطر معاهم اشرب معاهم بس شاي حليب تقريبا اني الان برويكم في الفيديو او رويتكم بالفيديو نوع من انواع الشاي الان قربته مدحولي اسمه ممتاز عماني اظن هو صناعة عمانية شاي جدا حلو طعمه حلو قطعت لي طماطم وحطت لي كده هذا الخبز اللي انا اعمله وحطت لي كده قبنة سائلة وعليها لقبنة الحلوم طبعا قبنة الحلوم اغسلوا اذا كان في انواع في انواع تكون مالحة اغسلوها في انواع متكونش مالحة البعض يشوي على زيت زيتون او زبدة او اي ممكن زيت بس اني ما حبش اشوي فاحطوه كده عادي مرات مرات اشوي عادي يعني وحطت شريحة طماطم اخر شي دهنت السندوتش من برع او الخبز من برع بالزبدة الزبدة اللي بالثوم اللي عملته بحط لكم الرابط على نهاية الفيديو على الشاشة دهنتي كده دهنة خفيفة علشان تتحمر معايا بالصاج هنا شوفوا عندي هذا الصاج على الشو علي يعني الصاج على الغاز يكون علشان يتحمر معايا وبدأت اقلبه على النار تقريبا اول من تحمر معايا لقيها الثاني اقلبه لازم يتقلب تقريبا التحمير والقرمشة زي ما تحبوا انا ما حبيتهش كتير يكون قاصي ده خليته اطوال بيرقع مقرمش اكتر ويتحمر اكتر يعني حاجة بسيطة حمرته وخليته يعني بمقرمش بس بنفس الوقت طريق مش كتير قاصي خاص هنا قاهز عندي الخبز صراحة كنت مشتهية كتير مناقش بالزعتر بس قلت هذا يعني قريب للمنائش يلا قلت يهدا عادي كلي يعني حلو خلاص والان فطوري قاهز الحمد لله هنا قطعته كده بشكل مربعات وكمان اللي ماء عندي غلا حطت على الشاهي الماء وما شاء الله فطور ألد فطور بقد والحمد لله أجلس أفطر والله دمها نعمة وحفظها من الزوال وهنا لما أني أفطر أما أكون أشوف التلفزيون أو أني أكون أجاوب على تعليقاتكم أما في التك توك أو في اليوتيوب أو الإنستجرام حتى الفيسبوك يعني أحاول أني أجاوب عليكم كامل بقدر الإمكان ودائما أتذكروا أنه في قومة الصباح بركة أول شي النفسية تكون يعني تقدروا تستقبلوا أولادكم لما يقوم من الدوامات وزوجك لما يجد أبوك أخوك بنفسية طيبة بعد ما خلصت الفطر على طول دخلت المطبخ أول حاجة عملت صلقت الماكرونة أول حاجة تعملوها بالبشاميل أسلقوا الماكرونة لأنهم بحتاج ماء اللي صرق الماكرونة وتونة وفلفل رومي وطماطم وبصل وثوم والبهارات فقط فلفل أسود ما أستخدم الشيء وهنا عندي شفوا مكعبات صلصة الطماطم شفته جديد أول مرة شو أشوفه قلت ياهود أخدي وقربي تعرفه أحب أقرب فقلت بقربه إذا حلو يعني بشتري منه فقلت إذا نستخدمه هنا حطات زيت عشان بسوي الكشنا حطات زيت وزيت زيتون أفضل حاجة إنكم تخلطوا زيت وزيت زيتون أضفت البصل أخلي البصل لما يدبال أو يتشقر شوية حاجة بسيطة هنا أضفت مكعبات صلصة طماطم دي القديدة لكن للأسف ما نفعش معي وما عقبنيش فاضطرت إني أستخدم معبونة طماطم اللي متعارف يعني دايما نشتريه أن يستخدم نص العلبة في هذه الكمية على علبة هنا نص العلبة ولازم يتكشن صلصة الطماطم تمام تتكشن بعد ما تكشنت صلصة الطماطم أضيف الثوم وخلي فص واحد من الثوم باستخدمه في البشاميل بعد ما تسبكت الصلصة مع الثوم باضيف طماطم مفرومة أو عصير طماطم وكمان الملح أدلوا الملح برغبتكم أو حسب التضوق إذا تحبوه زيادة أو أقل وهنا أضفت ماء صلق المكرونة بيعطي طعم يفرق شوفوا دي التكات البسيطة هي تفرق وخليه أغطي وخليه تسبك هنا عندي خمس أكواب من الحليب بضفت له ملعقة كبيرة طحين طبعا هذه الطريقة في عمل البشاميل وعندي طريقة في عمل البشاميل ثانية وأضف له الملح وأضف له فص الثوم اللي خليته على جنب وخلطوه تمام تمام لما يروح التكتلات وحطوه على نار هادئة وقلبوه لازم هذه الطريقة ينطبخ على نار هادئة وهذا قوزة طيب أنا استخدم قوزة طيب إذا مش حابينه لا تستخدمونه بعد كده ما استسبك تمام البشاميل بضيف زبدة الزبدة اللي بالثوم تمام أو زبدة عادية ممكن زيت وأضيف بشر قوزة طيب حاجة بسيطة بشر بسيط ودائما تقلسوا حركوا انتبهوا تخلوه البشاميل من غير تحريك على نار هادئة كيف تعرفونه استوى البشاميل ممتاز لما تقول كده تعملوا خط خلاص مايرجعش يكون تابت الخط تمام يعني البشاميل ممتاز هنا تسبكت معايا الكشنة بضيف له التونة وكمان بضيف له فلفل رومي وعدلوا كمان الملح وبضيف له كمان رشة من الفلفل الأسود ورشة من البسباس الحامي أو الفلفل الحامي أو ممكن أي نوع فلفل إذا انتم حابين مش حابين لا تضيفوش خلوه تتسبك خمس دقائق وطفوا عليها وخلاص يكون كل شي جاهز الآن الصينية أما تستخدموا صينية البايركس أو ممكن تستخدموا هذا القصدير وأني أفضل القصدير صراحة أسهل الآن بضيف شوفوه بصينية البايركس بضيف شوية من البشاميل طبقة من البشاميل تقريبا حق ملعقتين كده مغرفتين من البشاميل هذه الحركة تخلي البشاميل يتماسك أو يخرج مثل الوصلة يعني قطعة كاملة تمام وكمان هنا بضيف عندي الماكرونة بضيفها تقريبا كوب واحد من البشاميل أو صوص البشاميل وكمان أضيف الكشنا الكشنا حق تونة أضيف نصه هذه الطريقة تخلي البشاميل مش ناشف تخليه جوسي كده تحسو البشاميل يعني متماسك بنفس الوقت طريق شوفو أضفت يعني أضيف نصف كمية الكشنا وكمان أخلي نصف كمية الكشنا لأني بعدين بعمله مثل الطبقة الآن خلاص أخلطوه تمام طبعا هذه الآن الماكرونة تقدرو كده تاكلوها لذيذة عندي كل شوية ياخدوا منه لازم ياخدوا كل شوية الآن حططي فوق البشاميل اللي عملنا وعدلوها كده تمام الآن بحط الكشنا الباقية كشنا التونة الباقي طبعا زي ما قلتكم تقدرو تعملوا لحمة مفرومة دقاق زي ما تحبوه تقدرو من أي ولا أي حاجة فقط كشنا زي ما تحبوه أنتم زي ما تحبوه البشاميل اعملوه والآن خلاص حطيت الآن طبقة الكشنا والآن بحط طبقة البشاميل أنتم تقدرو تقصموا الماكرونة تعملوا كمان فوق الماكرونة بعدين طبقة البشاميل بس خلاص أنا اعتمد لفترة ما اعتمد هذه الطريقة أعمل الكشنا بعدين أعمل البشاميل وخلاص ما عدا أعملش طبقتين صراحة يطلع الطعامي ألد مش عارفة كده أحسي ألد وأخف تكون عدلوا البشاميل تمام زي كده والآن بحطوا عليه قبنة مرزريلا قبنة شيدر ممكن مرزريلا وقشقوان اللي متوفر معاكم بعدين آخر شي ضوفوا عليها رشاء بقصومات أو أني عندي بسكوت مالح مطحون هذا عندي بسكوت مالح مطحون مفرزناه بالفريزر إيش يسوي البقصومات أو البسكوت يخلي الطبقة حلوة كأنكم عاملين بيض بعضهم يخفوقوا بيض كده الطبقة مقرمشة ومحمرة حلو هنا عندي قصدر رشيته بالزيت وغطات الصينية ودخله على فرن حار حرارة 180-20 دقيقة بعد 20 دقيقة شغلوا عليها تتحمر من فوق الشوايا ويكون جاهز حاجة جدا الذي يدخلوها تبرد لا تقطعوهاش انتبهوا تقطعوا البشاميل وهو حار لازم يبرد عشان تطلع لكم وصلة إلا لو أنتم تحبونه كده يعني دايب كده لأنه يكون كله دايب فأول ما يبدأ يبرد شويه يتماسك معاكم روعة 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 أنشتكم تقربوها وهنا طبعا زواجي أجا ما شاء الله قابل عيد زي ما يقولوا خليته يقطع واني حسيت انه بيجي بالعيد طبعا القوع كافر زي ما يقولوا أجا يقطع لي كأنه يغرف رز أقوله طلعي وصلوا وشوفوا كيف يحط لي المكارونا كانت صدمة كبيرة والله كانت صدمتي أقوله مش كده أكيده طلعي خلاص خرب التصوير والتعب خدت منه الملعقة وبدأت أقطعها أني عشان أرويكم كيف يطلع لأنه بصراحة أي حد قوعان مستحيل تخلوا يساعدكم في التصوير لكن هنا عقاب له خليته يمسك لي القوال عشان أصور تمام ويمسك كده الكاميرا ويصور معايا وأني أقطع ما شاء الله شوفوا أشتروا ويكم كيف تطلع البشامي الوصلة تقريبا ليه مش ربع ساعة ليه كده قروه خمسة عشر دقيقة بعدين قطعته تقريبا شوفوا ما شاء الله كيف قوامه وشوفوا كيف الطبقة اللي فوق مقرمشة ومتحمرة ولديه ده ليش لأنه عملنا أول شيء السماء السماء أش من سماء قصدي البقصومات أو البسكوت المالح أنا قطعكم كان معاي بسكوت مالح وما عقبنيش طعمه ما قدرتش أكله رجعت طحنته وبدت أستخدمه لأي حاجة محتاجة لبقصومات أستخدم البسكوت هذا المالح حرم يعني أرميه ولا ما أكلهش لما ينتهي مدته فاستخدمه يعني فاستخدمه في الأكل جدا حلو قربوا البسكوت والله جدا حلو وممكن كورومفلكس تطحنوا الكورومفلكس وترشوا عليه أي حاجة يا بقصومات يا كورومفلكس يا بسكوت مالح أي شيء هنا نحن نحب نأكله مع الكتشب وكمان نأكله مع البطاطس الأعواد إن شاء الله تكونوا عرفتوا قصدي تقيم مثل البطاطس أعواد تقيم بعلب لديدة كده تحطوا عليها وتحطوا كتشب وشطة ويا السلام وطبعا صراحة ما فيش ألد منكم تأكلوا من الصينية نفسه وهو كده دايب لديد لازم تقربوها للطريقة وقلت لكم ينفع سواء كان باللحمة المفرومة أو بالدجاج أو ممكن سادة ويلا اكتبوا لي طرقكم بمكرونة البشاميل خلونا نحن كلنا نستفيد من البعض بالعافية ليولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم